اشتركوا في القناة 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 الهيئة الثانية اسمها هيئة الامم المتحدة ودي ايضا انشئات عقب الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادية اذا المنظمات الدولية تنقسم الى نوعين عزبط الامم سنة 1919 وهيئة الامم المتحدة سنة 1945 طبعا ده الشعاع بتاع الامم المتحدة طيب ما هو السبب في انشاء هيئة الامم المتحدة او يجينا سؤالي يقول لعلي اللي ما ياتي انشاء هيئة الامم المتحدة سنة 1945 علل يا شباب يعني احسنتم يعني اذكر السبب السبب اللي انشأت هيئة الامم المتحدة سنة 1945 او اسباب انشاء هيئة الامم المتحدة سنة 1945 طبعا بسبب فشل عزبط الامم في حفظ السلام والامن الدوليين في عقاب الحرب العالمية الاولى طبعا بسبب فشل عزبط الامم اللي هي انشاء سنة 1945 عقاب الحرب العالمية الاولى سببها انه فشل فيها فشلت فيها طبعا أصبط الأمم في حفظ السلام والأمن الدوليين في أعقاب الحرب العالمية الأولى تمام؟ جبل مجينو وولي علل نمياتي يعني أذكر السبب ساعة مجموعة من الدول الكبرى والمنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي لعبت دورا قياديا في إرساء قواعد نساق منظمة جديدة تسعى لحفظ السلام والأمن في العالم إذن كل الدول الكبرى ساعة والمنتصرة طبعا لهم دول الحلفاء في عقاب الحرب العالمية الثانية والتي لعبت دورا قياديا في إرساء قواعد نساق منظمة جديدة تسعى إلى حفظ السلام والأمن في العالم الحرب العالمية الأولى طبعا بدأت الحرب العالمية الأولى من سنة 1914 إلى سنة 1918 الحرب العالمية الثانية أحسنتم بدأت الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى سنة 1945 أحسنتم أهم المؤتمرات بقى مؤتمر يالطا الشهير اجتمعت الدول الكبرى الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللي هي بريطانيا والاتحاد السوفيتي سابقا في مدينة يالطا أو في مؤتمر يالطا في مؤتمر يالطا طبعا كما واضح بالصورة زعماء الدول الثلاث حيث أعلن عن إنشاء هيئة الأمم المتحدة في 24 عشر سنة 1945 إذن اجتمعت الدول الثلاث الكبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا اللي هي الاتحاد السوفيتي سابقا في مؤتمر يالطا وأعلنوا عن إنشاء هيئة جديدة في الأمم المتحدة في 24 عشر سنة 1945 وضمت في ذلك الوقت وضمت أنزاخ خمسين دولة الأمم المتحدة أهداف هيئة الأمم المتحدة من أهداف هيئة الأمم المتحدة يا شباب رقم واحد السبب لإنشاءة عشانه المحافظة على السلام والأمن في العالم أو الحفاظ على السلام والأمن في العالم رقم اثنين تنمية العلاقات الودية بين الدول رقم ثلاثة تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إذن للأمم المتحدة هيئة أو هيئة الأمم المتحدة أهداف ثلاثة أول شيء أنها بتحافظ على السلام والأمن في العالم أنها تنمية العلاقات الودية بين الدول وأنها تعزز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية طيب ما هي شروط الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة شروط الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة تنضم إلى هيئة الأمم المتحدة أنها تنفذ قوانين هيئة الأمم المتحدة وكمان تحرص الدولة على حفظ السلام بين الدول في العالم مهمتها كمان تحرص الدولة على حفظ السلام بين الدول انضمام دولة الكويت لهيئة الأمم المتحدة الكويت دولتنا الحبيبة انضمت في أي عام انضمت الكويت للأمم المتحدة طبعا زي ما احنا شايفين وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طبعا انضمت الكويت لهيئة الأمم المتحدة في عام 1963 بعد استقلالها على طول بعامين انضمت دولة الكويت للأمم المتحدة في 14 مايو سنة 1963 ورفع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح علم الكويت على سارية الأمم المتحدة طبعا الشيخ صباح الأحمد رحمه الله عليه كان في ذلك الوقت وزير خارجية الكويت وزير خارجية الكويت طبعا دي الصورة بتجمع طبعا الشيخ صباح رحمه الله عليه وطبعا أعضاء من هيئة الأمم المتحدة إلى مؤتمر سان فرانسيسكو من أهم المؤتمرات أيضا بعد مؤتمر يلطة مؤتمر سان فرانسيسكو يعتبر مؤتمر سان فرانسيسكو من أهم المؤتمرات المهمة لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تأسيس مهزمة الأممية المتحدة عدد الدول التي توقعت على مساق الأمم المتحدة 50 دولة منها 5 دول عربية مصر والسعودية والعراق وسوريا واللبنان عدد الدول التي توقعت على مساق الأمم المتحدة 50 دولة كان منهم من 50 دول 5 دول عربية مصر والسعودية والعراق وسوريا واللبنان يتكون مساق الأمم المتحدة من 111 مادة وبدأ العمل رسميا في الأمم المتحدة في 24 من أكتوبر في 24 من أكتوبر سنة 1945 طبعا بدأ العمل بها رسمي في هيئة الأمم المتحدة سنة 1945 في 24 أكتوبر سنة 1945 طيب كمان اتخذت نظمة الأمم المتحدة من مدينة نيويورك مقرن دائما لها إذا نجينا في الامتحان يقول لي المقر الدائم لهيئة الأمم المتحدة يوجد في مدينة تسمى أو يقول له نيويورك طبعا نيويورك طبعا أهم مدينة فيها طبعا مقر الأمم المتحدة ماذا تعلمنا من الدرس تعلمنا من الدرس انشرة هيئة الأمم المتحدة عام 1945 يعني عاقب قيام أو عاقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لهيئة الأمم المتحدة العديد من الأهداف والشروط احنا قلنا أهداف الأمم المتحدة وشروط الأمم أو شروط الانضمام للأمم المتحدة المقر الدائم لهيئة الأمم المتحدة مدينة نيويورك تمام وتعددت الأجهزة التابعة لهيئة الأمم المتحدة طبعا إن شاء الله الأجهزة نتكلم فيها الحصة القادمة إن شاء الله طيب الكويت كمان انضمت دولة الكويت لهيئة الأمم المتحدة في عام 1963 24 عشر ساعة 1963 نضمت دولتنا الكويت الحبيبة لهيئة الأمم المتحدة هنا السؤال يجييني يقول لي العام الذي نضمت فيه الكويت أو دولة الكويت لهيئة الأمم المتحدة عام أقول لي ساعة 1963 63 نضشاط عندي أعرف المصطلح التالي منظمات دولية طبعا عرفنا المنظمات الدولية وقلنا أنها هي هيئة يشترك فيها عدد من الدول للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة طبعا بيجيين في الامتحان سؤال يقول لي عرف المصطلحات التالية أو يجييني يقول لي عرف ما يلي المنظمات الدولية هقول له هي هيئة يشترك فيها عدد من الدول للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة أكمل الجدول التالي أوه طبعا ممكن يجيلي قارن أو أكمل حسب الجدول يجيلي سؤال في المتحان ويقول لي فرق بين أهداف الأمم وشروط الانضمام للعضوية الأمم أو قارن بين أهداف هيئة الأمم المتحدة وشروط الانضمام للعضوية الأمم المتحدة سؤال مهمة جدا أولاد ونركز عليه وطبعا نكتب في الإجابة كالتالي أول شيء من أهداف هيئة الأمم المتحدة المحافظة على السلام والأمن في العالم أحسنتم من أول التانية رقم اثنين أحسنتم رقم اثنين تنمية العلاقات الودية بين الدول أحسنتم وكمان نكتب من شروط الانضمام لعضوية الأمم الشرط الوحيد والأساسي هو استقلال الدول أي أن تكون الدولة حرة مستقلة وزات سيادة رقم اثنين شباب تحرص الدولة على حفظ السلام بين الدول تحرص الدولة على حفظ السلام بين أيه؟ بين الدول نشاط الآخر تقرير مختصر عن الدول العربية التي وقعت على مساق هيئة الأمم المتحدة طبعا وقعت على مساق هيئة الأمم المتحدة زي ما احنا قلنا سابقا خمس دول عربية وقع في يوم 25 من يونيو سنة 1945 وهي طبعا السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان وبدأ العمل رسميا بالهيئة الهيئة الأمم المتحدة يعني يوم 24 أكتوبر لعام 1945 وقد انضمت دولة كويت الهيئة الأمم المتحدة في عام 1963 وقلنا بالتحديد في 24 عشر سنة 1963 وتوالى انضمام جميع الدول العربية بعد حصولها على الاستقلال لحنا نقولنا شباب من شروط الانضمام الهيئة الأمم المتحدة أن تكون الدولة حرة أو أن تكون الدولة مستقلة وزاتة سيادة إلى هنا نصل إلى ختام درسنا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس جديد في مادة الاجتماعيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة